بسم الله الرحمن الرحيم معكم الأستاذ رائد درباس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل اللايك لكي يصلكم كل جديد نبدأ الآن بحل التمرين رقم 7 exercise 7 reading look at the first paragraph انظر إلى الفقرة الأولى of the text من النص هذا النص اللي هو موجود معنا what theory كلمة theory معناها نظرية كلمة theory معناها نظرية what theory do you think تعتقد the text is going to explore في رأيك أن النص يحاول أن يكتشفها اكسبلور أو يستكشفها كلمة اكسبلور بمعنى يستكشف يستكشف طيب خلينا نقرأ الفقرة الأولى do you want to improve your study skills هل تريد أن تطور أو تحسن your study skills مهاراتك الدراسية skills معناها مهارات study دراسية your study skills or write a book أو أن تكتب كتاب كلمة write a book تكتب كتاب do you want to become هل تريد أن تصبح كلمة become والماضي منها became والتصريف الثالث منها أيضا became لحظة شوي became became كلمة distinguished معناها مميز هل تريد أن تصبح طالب مميز لاحظوا كيف ترجمت الاسم بعدين الصفة لاحظوا أداة التعريف أ يعني طلاب الأعزاء دايما هاي التركيبة شوفوها دايما أنه لم يكون عندك أداة تعريف زي أ أو أن أو ذ وبيكون عندك هون صفة وبيكون عندك هون اسم اللي هم يسميه ناون وهون عندنا adjective تمام لا هاي التركيبة هاي خلوها في بالكم رمزوها في بالكم أداة تعريف هاي أداة تعريف هون لازم يكون في عندي صفة وهون لازم يكون عندي في اسم تمام ولما أترجم بترجم الاسم بعدين الصفة الاسم ثم الصفة بترجمة أنت لما تيجي الترجم بترجم يعني لما تحكي مثلا مثلا a clean room مثلا a clean room إيش معنى هالكلام clean صفة room noun طيب شو ترجمتها غرفة نظيفة غرفة نظيفة هذا وين بساعدنا بساعدنا بدرس الاشتقاقات parts of speech أجزاء أجزاء الكلام طيب إذن هون لاحظوا كيف ترجمتها a distinguished student يعني طالب متميز طالب متميز محيطا نفسك with the right color might help باللون الذي سيساعدك نرجع للسؤال what theory do you think the text is going to explore ما هي النظرية التي برأيك أو تعتقد أنها أن هذا النص يحاول أن يستكشفها النظرية هي نسميها color theory color theory إذن نكتب هون color theory يعني إيش معناها نظرية اللون نظرية الألوان نظرية الألوان يعني إيش نظرية الألوان يعني باختصار تأثير اللون على الإنسان يعني اللون الأحمر إلو أثر اللون الأصفر اللون الأخضر هاي هي المقصود فيها نظرية تأثير الألوان على الإنسان خلط الألوان للنظر إلى اللون ننتقل الآن read the text and check your answers وتحقق من إجاباتك The question of the effect color السؤال أثر اللون اللون المؤثر Effect color has on the brain كان على بال الإنسان على عقل الإنسان Has always amazed scientist لطالما أنه أدهش العلماء Has always amazed scientist العلماء Many العديد من كلمة many معناها العديد من يا سلام هاي تستخدموها بالكتابة Many العديد من لاحظ ما حكى لك many people many student many scientist اختصرها الكلام شو حكى لك Many العديد many have witnessed شهدوا كلمة witness معناها شهدوا لحظوا هايجا وراها تصريف ثالث have witnessed that بأن red الأحمر makes يجعلك أو يجعل makes people يجعل الناس لاحظوا بما أنه red مفرد إذن makes شو ضفنا لها؟ حرف الأس مضارع بسيط الفعل بنضيف له حرف الأس لما يكون الفاعل مفرد that red makes people يجعل الناس feel يشعرون لاحظوا people جمع feel ما حطنا لها أس لأنه قبلها جمع مضارع بسيط إذا كان الفاعل جمع بنحط له بدون أس people feel stronger يشعرون أقوأ لاحظوا كمان هون عندك stronger and more powerful وأكثر قوة يعني اللون الأحمر بيخلي الناس يشعروا بأنهم أقوى وأنهم أكثر قوة stronger specifically بشكل لحظة هاي أدفرب هاي نوحة أدفرب يعني حال specifically بشكل خاص خصوصا كانك تحكي خصوصا أو بشكل محدد تحديدا يعني أفضل تحديدا أفضل تحديدا specifically the deep red هون كلمة deep red معناها اللون الأحمر الغامق the deep red color deep red color معناها اللون الأحمر الغامق بيخلي الإنسان يشعر بالقوة in a study في دراسة يا سلام أحلى هالمقطع in a study في دراسة وهون لاحظوا كما researchers الباحثون at a top university في أقوى الجامعات في الجامعات top بنسميها بالعامية في الجامعات القمة at a top university get it out قاموا بنفذوا test الفحوصات والامتحانات على إيش on six hundred people على ستمائة شخص طبعا people جمع person بالمناسبة people جمع مين جمع person يعني لو حكيت لك سؤال إيش مفرد people شو بتحكيلي person طب شو مفرد children child مفرد children child تمام مفرد feet يعني أقدام foot تمام هاي هيك لمحة السريع إذن six hundred people to see how will they use their skills كيف بإمكانهم بقدرة عالية أنهم يستخدموا مهاراتهم they were trying لاحظوا كانوا إيش يجربون ويحاولون هذا ماضي مستمر they were trying to test يفحصون their hypothesis فرضياتهم كلمة hypothesis معناها فرضيات that the color red بأن اللون الأحمر or blue أو اللون الأزرق يعني واحد منهم effects لاحظوا كلمة or خلتهم هذا مفرد وهذا مفرد فلذلك حطينا مع الفعل s لو كان and ما بنحط مع الفعل s كمان مرة هاي ملحوظة قواعدية معلش إحنا مرات يعني نطلع القطعة شوي بنعطي معلومات إضافية لو حكى مثلا red red and blue تمام صارت هيك جمع هيك جمع فبنحكي effect لاحظوا من دون حرف s هذه قاعدة مضارع بسيط لكن لما حكينا يا سلام شايفين or هاي خلت هذا لحال وهذا لحال فإنت بتحكي كأنك أنت بتحكي هذا مفرد تمام والمفرد نحكي effects شايفين هاي المعلومة البسيطة هاي ممكن تجي سؤال red or blue effects يعني لم أحكي مثلا لم أحكي مثلا ali ali and أحمد تمام ali and أحمد ممكن ينكتب زيك وممكن هذا مفرد ولا جمع هذا جمع تمام فبنحكي ali and أحمد play يلعبون لكن لما أحكي مثلا ali or أحمد انتبهوا لهاي النقطة المهمة جدا طلابي الأعزاء لما أحكي مثلا ali or أحمد ali or أحمد تمام الآن شو صار هذا الحال وهذا الحال يعني كانت تحكي or يعني أو ali or أحمد plays يلعبون لاحظوا حطيت مع الفعل S هاي معلومة قواعدية سريعة طلاب الأعزاء من القطعة لاحظوا كيف ندرس القطعة وبنشوف القواعد فيها يؤثر علينا بطرق مختلفة كلمة الاستنتاجات الأشياء النتائج التي وصلوا إليها أظهرت يستطيعون تذكر التفاصيل أفضل عندما ينظرون إلى الصور لما يكون في خلفية في المقابل خلفية حمراء خلف الصورة حمراء على سبيل المثال شاشة الحاسوب أو شاشة الكمبيوتر من ناحية أخرى تستخدموها بالكتابة طلاب الأعزاء هاي كمان تستخدم بالكتابة هاي من أدوات الربط الجميلة في الكتابة موضع التعبير ومن ناحية أخرى حطوا كانوا قادرين على يصبحون أكثر إبداعا عندما يكون اللون الخلف الصورة أو خلف الشيء بيكون لون أزرق لاحظوا بلو بعطيهم أزرق النظريات الفرضيات عفوا الفرضيات تقول بأن رد الأحمر لاحظوا لأنه غير عاقل استخدمنا أدوات الربط اللي هي مسمية ضمائر الوصل والذي هو مرتبط بالطوارئ بالحالة الطارئة دائما الأحمر لون الطوارئ يعني زر الطوارئ زر المطافي زر مثلا التحذير لاحظوا اللون أحمر تمام ترافيك لايت إشارة المرور اللي هي المطافي اللي بنطفي فيها النار الخزنات حتى كمال اللي هي زي ما تحكي هيك استوانات إطفاء النار الطفاية نسميها طفايات طفايات يجعل الناس يشعرون أكثر انتباها وقدرون على كلمة ينتبهون كلمة معناها ينتبهون للتفاصيل اللون الأزرق اللون استرخاء يا سلام على الجملة اللون 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 الأزرق لون استرخاء الذي طبعا لأنه هذا غير عاقل استخدمنا الذي يساعد بأنه يخلي الناس يطلعوا بالإبداع يحضر يستحضروا يستحضروا إبداعهم ننتقل الآن للأسئلة الجميلة على هذا النص إذن النظرية هي نظرية تأثير اللون على الإنسان الآن رح ننتقل طلاب الأعزاء للإجابة على هذه الأسئلة اللي هي موجودة بيج 26 بصفحة 26 لحتى ما طالب يتلخبط ويحكي وين الصفحة ويدور صفحة 26 بيج 26 أجب على الأسئلة التالية أول سؤال لاحظ السؤال بالماضي لأنه في كيف العلماء نفذوا أو قاموا بأبحاثهم يعني كيف فبنحكي مثلا جابوا عملوا تجاره عملوا 60 فحص 600 600 test on 600 people عملوا هاي carried out they carried out test on 600 people عملوا فحوصات واختبارات على 600 شخص إذن نكتب هون they carried out they carried out 600 test عفوا they carried out test test يعني فحوصات on 600 people على 600 شخص 600 من الناس أوكي نفذوا هاي التجارب عليهم they carried out they carried out test on people according to the tech to the reports findings حسب وفقا لي كلمة according to وفقا لي أو حسب the reports findings الاستنتاجات اللي وصل إليها التقرير اللي قرأناه من شوي which would be a better background ما هي ما هو اللون الذي يكون في خلف الصورة الأفضل a better background for someone لشخص revising for a science test شخص عماله بيراجع لامتحان علوم science test معناها امتحان علوم revising يراجع why أي لون برأيكم حسب التقرير اللي قرأناه من شوي شو هو اللون المفضل شو هو اللون المفضل لشخص عماله عنده امتحان علوم ومشغول وبيدرس فيزياء وبحل مساء الفيزياء وبحل مساء الكهرباء ومساء المغناطيسة وأشياء يعني وقوانين تمام شو الخلفية اللي نحطوله إياها مثلا يعني مثلا الحائط اللي وراه مثلا هل بنحط بلو ولا رد بنحكي رد الإجابة هي رد طب شو السبب لاحظوا بالنص شو حكى رد خليه الفاصلة منقوطة هون طبعا يجعل معناها يجعل يجعلك بتعطي انتباه pay attention تلفت الانتباه pay attention to detail لإشي التفاصيل كلمة detail يعني التفصيل يعني تفصيل التفاصيل النقاط التفاصيل الكسور الأشياء الأساسية رد حسب نتائج الاختبار التقرير حسب نتائج التقرير for someone writing a poem عرفيش معنا poem طلاب العزاء poem معناها شعر عنا شخص يكتب شعر someone writing a poem and why شو أحسن شو أحسن لون إله blue الإجابة هو blue اللون الأزرق طيب ليش blue حط فاصلة منقوطة لأنه بيخليك تكون مبدع أكثر طبعا هاي الإجابات مش من عندي من النص كلمة بمعنى يستجيب كلمة يستجيب أكتب عندها يستجيب إذن بتكتب على الكتاب أو بتكتخلوا دفتر خاص لمعاني الكلمات تكتب الكلمة تكتب معناها يعني أفضل وأحسن يعني كمان لأنه خليها مرجع إلك الكلمات حتى تزيد ثروتك اللغوية أنت الآن طلابي الأعزاء اعمل نفسك أنت عمالك تجمع ثروة لغوية ليش سموها ثروة لغوية لأنها خزينة إلك عشان أنت تطور باللغة تمام لماذا إلى تفصيل التفصيل عندهم انتباع لما يكون لون الأحمر ليش لأنه اللون الأحمر مربوط يعني اللون الأحمر لاحظوا هون مرتبط بالأشياء اللي فيها طوارئ هاي الإجابة من هون يعني يعني نعملها نسخ أحسن إذن إذن هون منحكي نعملها نسخ إتس كنكتد وإذ إميرجنسي أند وورنين فلنعملها كابي بيست أوكي إتس كنكتد وإذ إميرجنسي أند وورنين يعني مرتبط بإيش بالإميرجنسي واللي هي الطوارئ حالة الطوارئ وأيضا عنا كمان غير الطوارئ اللي هو التحذير كمان مرتبط بالتحذير إذن هون نحكي الإجابة إت إز لحظة شوي إت إت إز كنكتد يعني مرتبط بإتس كنكتد وإذ إميرجنسي أند وورنين خلينا نعملكوا إياه اللون أحمر ليش حتى شد انتباهكم شفتوا كيف أنا عملت اللون أحمر حتى نشد انتباهكم طلابي الأعزاء وبنكبر الخط كمان إذا بدكم لأنه مرتبط بالطوارئ والتحذير يا سلامة هذا السؤال هذا السؤال مر معنا ما هو النوع اللون الأحمر يعني مرغوب اللي هو الأحمر الغامق اللون الأحمر الغامق هل توافق على هذا البحث اللي عملنا نحكي بالمناسبة أحد طلاب سألني ليش ما حكينا لأنه السؤال بدأ بدو السؤال لما يبدأ بدو طلاب الأعزاء شو نحكي 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 طيب شو السبب أو ممكن تحكي كمان yes I do because السبب لأنه because because مثلا because color or colors colors affect affect on our brains تؤثر على عقولنا ك color affects on our brain إذن هون ممكن نحكي كمان إجابة affect on our brains تؤثر على عقولنا أو أدمغتنا أو مثلا affect on our brains affect on people خلينا نضبطها أحسن affect on people تمام نكتب نكتب هون affect affect تؤثر على on people تؤثر على الناس طيب ننتقل للسؤال البعدي هاي الكلمات موجودة في النص الذي قرأته للتو find them جدهم and write their definitions وأكتب تعريفات then write your own sentences using these words أول كلمة هي distinguished طبعا موجودة بالنص إحنا شفناها بالنص أنت تريد أن تصبح طالب هاي طلابي العزاء أن تصبح طالب متميز هاي كمان الكلمة الثانية الكلمة الثانية هي كلمة witness و hypothesis كمان كلمة witness مرت معانا بأي صفحة هاي هاي عندنا كلمة hypothesis هاي كمان وجدناها هاي كلمة hypothesis معناها فرضيات وأيضا witness witness أين مرت الكلمة هاي خلينا نشوف هون witness في بداية witness هي اجت في الماضي كمان عندنا هون هاي كلمة witness وهاي لعيونكم كلمة witness طلعناهم طيب بعد ما طلعناهم من النص الآن شو بد السؤال وجدناهم وأكتب تعريفاتهم آه بدنا نكتب تعريفاتهم بالانجليزي شو معانيهم بالانجليزي هاي الكلمات نكتب أول كلمة نيجي على الكلمة الأولى اللي هي distinguished معناها متميز أو مميز تمام نكتب طبعا هي نكتب وجدناها سطر الثالث طيب شو معناتها ناجح كمان تيجي معناها ناجح تيجي معناها محترم متميز ومعجب به تعطي كل هاي المعاني طلابي العزاء طيب الاشي الثاني شو بده بحكي لك كمان كمان شو بحكي لك اكتب جملك الخاصة اكتب الجمل الخاص انت يعني بدك تعمل جملة على الكلمة مثلا كلمة مميز بدك تحطها بجملة جملة من عندك غير الجملة اللي موجودة بالنص تمام بدك تحط كلمة غير الجملة غير الكلمة الموجودة بالنص مثلا تحكي مثلا اي وانت انا اريد ان اكون اي وانت تو بي اه 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 رايتر يعني كاتب ناجح ومتميز اه 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 يعني اه رايتر ايش يعني كاتب متميز وناجح كلمة ويتنس كمان عنا كلمة ويتنس بمعنى يشهد على هيك معناها ويتنس طيب ويتنس نكتب معناها بمعنى يشهد على بمعنى يشهد على نحكي طبعاً هي موجودة موجودة في السطر السابع طلاب العزاء تحب تحب نالج أوف سامثين فرم تحب نالج تحب نالج نالج أوف تحب نالج أوف سامثين أوف سامثين أن يكون عندك معرفة في شي أوف سامثين معرفة في شي تحب نالج أوف سامثين فرم 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 يعني من شيء شخصي فرسنل إكسپيريينس من تجربة شخصية إكسپيريينس من تجربة أي شخصية طيب بدنا الآن نعطي مثال مثال طلاب العزاء على كلمة ويتنس دوكتور مثال عليها دوكتور نفس المثال دوكتور ويتنس يشهدون بأن أو يثبتون أن ويتنس ذات ذات درينكين واتر شرب الماء واتر makes you live longer makes you live longer يجعلك تعيش أطول تمام هاي مثال أو مثلا ووكينغ ممكن نغيرها نشيل مثلا نحط مثلا ووكينغ بأن المشي ووكينغ makes you ووكينغ makes you live longer يجعلك تعيش لفترة أطول طيب هاي مثال هي معناها الفرضيات كلمة بمعنى الفرضيات طيب في أي سطر موجودة line موجودة في line 21 في السطر 21 هي فكرة مقترحة فكرة مقترحة that is not yet approved that that is not not yet approved يعني لم تثبت حتى حتى الآن that is not yet approved هاي الإجابة الطلاب الأعزاء ونكتب عليها مثلا جملة على هاي الكلمة hypothesis حكينا معناها اللي هي فرضيات نحكي مثلا hypothesis 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 يعني اللي هي معناها فرضية أو فرضيات طيب الآن نكتب عليها مثال several hypotheses for global warming have been suggested يعني هنا اللي هي several hypotheses several hypotheses فرضيات عديدة for global warming for global 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 warming يعني اللي هو الاحتباس الحراري for global warming have been suggested اقترحت have been suggested have been suggested تم اقتراحها several hypotheses فرضيات عديدة for global warming have been suggested have been suggested تم اقتراحها نيجي الآن مع بعض لحل السؤال الرايتنج اللي هو صفحة بيج تونتي تونتي سيفن طيب هذا السؤال هو عبارة عن تقرير ملاحظاتك كلمة معناها ملاحظات from an experiment من تجربة كلمة experiment معناها تجربة طيب خلينا نشوف التجربة كيف تنفيذها work in pairs اعمل مع زميلك carry out نفذ the following experiments التجارب التالية with paper بالورقة اذا راح نستخدم الورق use the pictures استخدم الصور and words والكلمات to describe the experiments لوصف التجارب اول شي عندنا هون زي ما انتم شايفين عنوان التجربة الاولى اللي هي paper drop سقوط الورقة كلمة drop معناها سقوط تمام سقوط الورقة هاي الاولى طيب لاحظوا هون كيف تكوينة من الصور الموجودة امامنا اذا بنلاحظ الصورة الاولى في عندك هون finger four finger اللي هو السبابة اللي هي اصبع السبابة وعندنا thumb اللي لا تنطق thumb اللي هو الابهام وعندنا strip of paper شريط من الورق اذا هاي مكونات الصورة الصورة الثانية لاحظ شو صار عندنا الصورة الثانية سقطت الورقة strip of paper سقطت وال four finger اللي هو السبابة لاحظوا هاي مكانها تغير لاحظوا مكانها كيف كانت ماسكة صارت هون thumb عفوا هايها هون thumb اذا لاحظوا هون في الصورة الثانية انه سقطت الورقة strip of paper شريط الورق four finger كيف مكانه صار والثم اللي هو الابهام هذا مكانه طيب لاحظوا المسافة بين الورقتين اليدين الثنتين هون والمسافة كيف تغيرت طيب شو نستنتج من هاي شو التجربة هاي اللي قمنا فيها التجربة كالتالي قمنا بتجربة يعني شريط من الورقة ورقة واحدة between our thumb and four finger بين الابهام والسبابة هاي الخطوة الاولى the aim was كان الهدف to find out ان نكتشف whether our brains فيما اذا كلمة whether بمعنى فيما اذا our brains ادمغتنا were able to react quickly قادرة على التفاعل بسرعة enough بشكل كافي to catch the paper and تمسك الورقة before it dropped قبل ان تسقط بدنا نشوف هل انه عقولنا قادرة على انه يعني تستجيب سرعة ونمسك الورقة قبل ما تسقط هذه التجربة to carry out this experiment لكي ننفذ هذه التجربة two people were needed احتجنا شخصين طبعا شخص بيكون ماسك الورقة فبسقطها وشخص بده يلتقط هاي الورقة one to drop the paper واحد ليسقط الورقة and the other to try to catch it والثاني بيحاول انه يمسك هاي الورقة the experiment was set up one hundred fifty other to try to catch يعني مية يعني حتى مية وخمسين مرة حتى انه يحاول انه يمسكها the experiment was set up by carefully set up by carefully placing the lower end of the paper strip between one person's open thumb and fingers يعني بحاول انها تكون بشكل حذر تكتيجي بين الاصبع الابهام والسبابة and then letting it go ثم يسمح لها بالسقوط it was difficult to catch the paper as it fell too quickly كان من الصعب جدا التقاط الورقة نشوف التجربة الثانية coin drop into cup سقوط عملة في الفنجان لاحظوا هون عندنا card اللي هي عبارة عن بطاقة coin اللي هي عملة و cup اللي هي فنجان لاحظوا هون راح يرمي card coin push يعني يدفع card cup الآن شو راح نلاحظ هون في عنا السقوط ل coin داخل داخل الكوب طيب شو سوينا بهاي التجربة 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 التالية used a cup استخدم نجان a coin اللي هو عملة and a playing card وبطاقة لعب بطاقة للعب كرت playing the aim of the experiment الهدف من التجربة was to find out بأن نستكشف أو نجد أو نكتشف ماذا سيحدث للعملة عندما دفعنا البطاقة البطاقة الآن موجودة فدفعناها وضعت كلمة بلايست يعني وضعنا جبنا العملة وضعناها في وسط البطاقة was placed in the center of the card and these two items were placed on the cup والشيئين هذور اللي هم العملة والكرت حطناهم على الفنجان which was standing the correct way up وكان هذا الفنجان واقفا يعني هيك واقف when the apparatus had been set up عندما بدأ التعداد التعداد التجربة the card was pushed across the cup دفعت البطاقة length away يعني على طول until it fell of the other side of the cup حتى سقطت كل العملة حتى طلعت من الجهة الثانية من الفنجان يعني دفعناها لاحظوا هاي شايفين إصبع هذا دفع هذا الكرت حتى أنه راحت لهون إذن شو بظل عندك العملة بتسقط داخل إيش داخل الفنجان شوف شو التجربة هاي ولا شو بدنا نوصل بالظبط العملة سقطت في الفنجان ولم تمكث وتبقى على الكرت يعني مفروض إحنا مثلا رمينا هذا الكرت راحت الكرت مع العملة طاروا مع بعض لا طار الكرت وظلت العملة ونزلت في الفنجان طيب شو نستنتج من هذا الكلام اكتب النتاج توضيح of both experiments للتجربتين what happened and why نستنتج our brains are too slow أدمغتنا بطيئة جدا to send a message في إرسال رسالة to our fingers إلى أصابعنا to catch the paper بأن تبسك الورقة when it drops عندما تسقط هاي التجربة الأولى تجربة ثانية the coin العملة proves تثبت that objects بأن الأشياء كلمة objects معناها الأشياء that objects بأن الأشياء in one place في مكان واحد want to remain يعني ما بتبقى مكانها in that place في هذا المكان this is called inertia inertia طبعا or inertia اللي هو معناها نظرية أو قصور الذاتي القصور الذاتي في الفيزياء القصور الذاتي في الفيزياء في الفيزياء هذا طلابي الأعزاء هو يعني ملخص العملية هاي طبعا هذا يعني من التجارب الفيزيائية من التجارب الفيزيائية بسميها القصور الذاتي في الفيزياء لا تبقى في مكانها أنت الآن صار في عنا قوة دافعة لكل فعل رد فعل مساول له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه حسب قانون نيوتن هذا القصور الذاتي بسموه في الفيزياء القصور الذاتي ومعنى القصور الذاتي بالفيزياء إنرشا إنرشا اللي هي القصور الذاتي تمام هيك طلابي الأعزاء حلينا صفحة 26 27 من الوحدة الرابعة ويعني هاي كانت ختمة الوحدة الرابعة طلابي الأعزاء يعطيكم العافية لمرة ثانية ما تنسوا انكم اتشاركوا هذا الشرح مع زملائكم وأصدقائكم وأقاربكم لحتى الفائدة عم وما تنسوا عمل الإعجاب لحتى دايما تظهر الشرحات أمامك ويوصلك كل جديد تفعيل الجرس كمان واللي مش مشترك يعني يشترك في الشرح حتى يوصلوا أول بأول لأنه يعني إذا ما كنت انت مثلا مشترك وما كنت مفعل الجرس في دروس كثير رح تروح عليك ما رح توصلك أول بأول تمام فحتى تكون متابع وينزل الدرس وتعرف ترتيب الدروس لأنه أنا صراحة ماشي بالدروس يعني بالترتيب يعني ماشي بدروس الكتاب بالترتيب وإن شاء الله بإذن الله تعالى بنكمل شرح الكتاب بإذن الله تعالى همتكم بالدراسة طلابي الأعزاء ما تستهينوا في أي تمرين والله والله طلابي الأعزاء لا تستهينوا في أي تمرين شوفوا يعني الآن التمرين هذا أنا متأكد كثير طلاب ما مرت عليه هاي الكلمة مثلا إنيرشا القصور الذات هيك عرفتها معلومة إليك فما تستهينوا في أي تمرين حتى لو التمرين يعني عبارة عن تجربة يمكن تسمي إليك تجربة عادية جدا لكن أنت بتستفيد منها كلمات وكيف كتبنا وكيف يعملنا تمام طلاب العزاء يعطيكم العافية ونراكم في الحصة القادمة إن شاء الله